بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الروابع الأسئلة أو التعليقات في القناة السلام عليكم السلام عليكم سي مختار ممكن استفسار عن سيارة يوتا ياريس مدرد 2006 لا تفضل استفسر لا تفضل استفسر والله لا أعرف ما تقول تكلم عربي حتى لغتك ختم ختم ما تعني الكلمة هذه خدم خدم يعني شغل شغل السيارة عبد العزيز يعني نقوله خدم شغل المحرك أو شغل السيارة إن شاء الله ربي حنننا على بعضنا يا عبد العزيز يعني يجب أن يكون جوابنا يكون يعني يعني كلامنا مع بعضنا يكون يعني لطيف ما يكون الشكة بالحدة هذه وأنا نتكلم عربي يعني أحنا في تونس البلد الوحيدة في العالم العربي إنها تتكلم عن العربية صحيح اللي هي القاف قاف والكاف كاف والألف ألف والرا را والجيم جيم يعني البلد الوحيدة في العالم يا عبد العزيز هذا المحرك هو محرك الديسون نعم يا رياني يخدم يا متسي بيشي وهونداي الزوط نعم مخترع عندي محرك 1.6 وغسلت المحرك مع العلم كل شيء كل شيء مغطي مليح السيارة أم لا يريد مليح ديرته أستنى أهليني شيء على الأقل يعني مازال مشيحش بكداية بن فاطمة مازال مشيحش يعني رمنا ما شاء الله الله إذا ذلك خير راح أعمل بتوجيهاتك وأرسلك فيديو بعد الإصلاح هذا صاحب الفيديو هذا اللي هو عنده الكسر في الكلاس إن شاء الله رب يوفق السلام عليكم مختار هل السيارة في جوك 405 جيد في التكسي وهل سخونة مشكلة مع هذه السيارة 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 في جوه التكسي مازالة مازالت عندكم في الجزيرة مازالت تخدم تكسي عندكم في الجزيرة احنا 405 وين ما عاش موجودة أصلا خليل تشوف واحدة بعد كداش هي السيارة ممتازة وجيدة لكن في وقتها لما تكون نظيفة وتكون موتورها نظيفة وتكون حالتها جيدة السلام عليكم سي مختار أنا من متابعيك بالله عليك عندي سيارة تعمل في دخان أكحل ومعرفتش من شنية بالضبط بالله عليك أنت تعاوني في حل المشكلة شكرا سي مختار شوفت أول عملية يعني ساعة تضعني في موقف حرج يعني عنده سيارة تعمل في دخان أكحل يعني عنده سيارة تعمل في دخان أكحل مهي لا نوع السيارة ولا نوع المحرك ولا أبعث لك فيديو أخير ليس معاك أنا ليس معاك أنا ليس معاك أنا يجب أن تعطيني فيديو في كل المواصفة شوفت الفيديو هذا اللي انت تفرجت عليه شوفت أحبها السيارة كي شبعت لي وضح لي هيكا كنحب فيديواتك كاكة واضحة بشان نقدر أننا نعملين الشرح واضحة أخي مختار أنني جزائل خاصتني ميموار متاع باليو لا ما تقاش الميموار هذه مشكلة لها مشكلة الميموار هذه بل خاص في الباليو الباليو الساعة هذا أنساها ما تقاش صعيبها برش إنما الميموار هذه رأوا فيها أشكالية كبيرة يجب أن تكون السيارة موجودة هنا في المعينة المكان وتمشي اللي يخدم الميموار وتشوفه معاها هذا كان عنده وإلا تمشي الدبر لو أنت ميموار من مكان معين وتجيبها له فيها أشكالية كبيرة كبير كبير بكستارة مختارة أنا صار لي اليوم نفس الوضع غيرت كاتينة ومشيت بها مئة كيلومتر وبعدها صارت السيارة الزينة ما فيهاش جهد يوميا يوميا وبعدين نطلع الزينة من قياس الزينة والسيارة هونداي بورتر تيربو أرجو الرد أنا رح موديك وعندما يصار لي نفس الوضع أنا وضع ما نعرف أبعث لي فيديو مشكلة وريني مشكلة يصار لك وشون اللي عملت بالضبط لأنني أنا ما نرجح لنتفرج على الفيديو اللي انت شفته نقول مختار لبراويل يكون خسرين براويل لا ما عندو براويل فوق في الكلاس يا أشرف ما عندو براويل هو الكلاس مكسر هو الغطاء متاع الكلاس مكسر كلامك صحيح مختار صاحف تورك شكرا يا ملاك يوجد جمالات على شكل ثمانية تحت غطاء أمروندال انجكتانة تخرج غطاء محرك هو يقول لك أنا يقول لك أنا عندي خارجة من الكاش متاع السبب فما كسر مختار المرة الجاية فهمنا كيف نفك تفك مغراخة الديدل جتة فولسفاغن موديل واحد وسعين الله يجزيك يعني أنا أبعث لك فيديو هي فيها كهربائية هذه هي نفس الشي هي نفس الفكرة صاحف تورك عندي ديسونسات ساسفال فيها لافونس 1.5 ما عرفش مشكلة أبعث لي فيديو واشرح لي المشكلة وكيف صار المشكلة أنا ديما اللي همني في الشرح بالخص في الفيديو الكتابة يعني تاعب مريض وكيف يجعوا فيها وعيوني يجعوا فيها الفيديو يسهل علي العامية بشأن نشرح أكثر ونفهم أكثر ونفهم أكثر الواحدة ينزيم كل يعلاش وكيفياش ووقتاش وشريتها هيكة ولا صلاحة للمنظوم هذه المعروبات كلها تفيدني السلام عليكم أنا دي 13 يوم من اللي عودت جوان كلاس وحرك اليوم ونضع ارتفاع نوعا من الماء في درجة الحرارة يعني المروحة تشتغل زيادة درجتين كما كانت عليه السابق وبعدها يعني في اليوم الثاني بعد ثانية عشر بعد تغيير جوان كلاس ومسح كلاس ومعدها خيام بشور السيارة عند الركن يخرج الماء من القرباء مع العلم ان مضخة الماء عندي 11 شهر من اللي غيرتها وترمسها النازحة والراديتير هل يكون السبب في ان الراديتير متسخة ولهذا ترمي الماء القرباء والله يبعث لي فيديو فهمني اكثر يا محمد وممكن عندك المشكلة انك انت كلاس مسحته يعني هو المسح هو اللي كان سبب في الموضوع هذا اللي عملته السلام عليكم وعليكم السلام أترجعك وأتصل إليك يا أخي أن تقرأ رسالتي حتى كامل لا تتركها بدون ما تقرأها هذه أنا أخت يعني من اليمن يعني منين يعني يحب مساعدة احنا عنا في تونس ولا في المغرب العربي كلها ممنوع تخريش الفلوس يعني تخرجش من البلاد الفلوس يعني ممنوع أن نبعث فلوس للبرا السلام عليكم عبد السبيل أخيتي كعادة المهمة عام مختار الحكاية هي تسمع صوت هنا تعلم أن نكتروفان جيد لا يوجد صوت إذا عندك مشكلة تروح في ياس تشريق في باطمون قدها قهوة تعالي جيرجي اشتري واحد وروح بدو صحف طرق لا هي مشكلة مشكلة بدل بدل يا حمزة لا أنا أعطيته فكرة بشي ثبت المشكلة اللي هي منها هذا أفضل قليل من الميكانيكين ندخلونا عملهم ربي يبارك فيك عم مختار شكرا بارك الله فيك نكتب بهذا القدر انشاء الله تنفعكم والسلام عليكم ورحمة الله بكاته